سهم العالم يقول أبو لما يقول الشباب لم يختبر على أساس النصر اختبر؟ لا لا أنا انتصرت للراية أبو بدر أنا للأمانة حتى النصر الآن وهو الوصيف وعلى مسافة ثلاث نقاط من الشباب أقول لك أنه الدوري باقي باقي يعني يا دوب نصف الدور الثاني ممكن نحكر لكن عملية الزج في الشباب ودعم الشباب أنه خلاص رايح للدوري والشباب متصدر والشباب لا لا هذا أنا أعتقد وهم وهم كبير الشباب أي نعم لديها جانب جيد يعني فاي ست مباريات متتالية جاي بالعلامة الكاملة اللاعبين الأجانب اللي عنده من أجود أنواع اللاعبين اللي تم التعاقد معهم هذا الموسم فشي طبيعي للناس كانت ترشح الشباب لأنه كان واضح أنه خارج الطابور أتفق أمان أتفق معك في موضوع اللاعبين الأجانب وقلتها ولكن أيضا بعد ترى بعد مسافة مباريات تقدر تبين بعد ممكن تكون حتى اللاعب الأجانب ممكن يكونون فورا ما هي عادة يعني فهذه النقطة مهمة النقطة الأهم أبو بدر أنه يعني الشباب شفنا مباراته أمام الهلال الهلال ناقص أهم لعيبته ويا دوبك تعادل المباراة اللي قبلها تسليتتين من خارج منطقة الجزاء اثنين أظن قدام الفيحة قدام الرائد سجل محمد سالم في مرمى فأعتقد أنه للأمانة الشباب آخر ثلاث مباريات غير مقنع إطلاقا أي نعم فاز مبارتين وتعادل مباراة ولكنه غير مقنع أرجع وأقول أي نعم النصر لم يختبر أيضا والشباب لم يختبر الشباب من ربع أو نصف اختبار سقط وأنا أعتقد ولازلت مصر على كلامي أن الشباب لن يذهب بعيد في الدوري ومن يرشحه أعتقد أنه يبيع الوهم كلام محمد العنزي عن الشباب يوريك أنه مركز مركز مع الشباب تركيز جامد ترجمة نانسي قنقر